خالص النهار ده يا بنتوخي كلهم كلهم ما شوء الله بيحبوا الماء والعربي بيحبوا يساعدوا ماماتهم في البيت ايوة شفت الحلوة شفت شطريني ازاي لكن ما بيحبوش يساعدوا باباهم في البيت ما هو عشان باباهم يعني طول يوم بتفرج على المكش يعني باباهم اغلب الوقت بيكون في الشغل اصلا في البيت فماما اغلب الوقت هي اللي بتعمل حاجات في البيت لو حاب ينام ولا حاجة ما عملوش زيتة اه كده بيساعدوا اه كده بيساعدوها ايوة لما باملوش ضوش طب يا بنتوخي مش هتقولي بقى انت مخبين ايه يا بنتوخي ايه ايه انا مش بخبين مفيش حاجة يا ما سالمة دي حلوة المولت حلوة المولت اه دي حلوة المولت استاني استاني غسلت ايه كيفها توزع علينا ايه 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 طبعا ما تغلاش عليكي بس بس مش دار السبب لنا جايبه لني مش اللي جايبه عشان فرقها يا ما سالمة دي مان جايبها ليه يا بقى انت خناتبسطت فانا قلت جاي تفرعها علينا هناخد وكل حاجة بس انا بصراحة خوف تنزل واسبها يقول بندو يا اخويا بقى يستفرت بها كده ويصحى ويقول ايه ده فول وسمسمية واحمدك يا رب ومواخد منها حاجات وقلت بقى ايه فكرت الاولى خبات حتى السرير لقيت ماما حتى بطاتين ومالية تحت مش سايبة حتى فاضية خالص قلت اطلاحها فوق الدولاب لقيت برضو ماما حتى ليهدوم الشتاة فوق الدولاب وقلب الدنيا يعني مش لقى اي مكانة حط فيها قلبة فوقت خلاص بقى اجيبها معايا وخلاص يا نهارة بياض يا بنتخ ما اقول انت بتقوله يعني انت عشان تخبي من اخوك حلوة المول انت بقى ايه سعطات تحت سرير ولا فوقت ده يفرد النمل كالها تبقى مبسوط بقى ساعتها وبعدين يعني ايه تخبي من اخوك دي انت مش المفروض تشاق مش احنا اتفقنا ان احنا نشارك يا بنتخ كده مع بعض وبعدين العلبة دي ما بقى كلامتك اللي جايبانها انت انت بتاخدها ليه كأنك هي انت اللي جايبها واخدها كده علشان ما حدش ياكل غيرك لازم ناكل مع بعض كده ونفرح مع بعض هايس تفرح لوحدك يعني مش هتفرح على فكرة دي بس يا مسال ما انا ما قلت لما ارجع باشوفه باي حاجة كده فلياية صغيرة كده ولا اه بقى يا حبيبي ايه معقول ان انت عملتو ده ولا سمسلية ولا نطح يعني اللي بنتخ عمله جايب ان هو يخبي الحاجات من اخوه لا اخوه كل اصحاب معلولك لا امعقولها يا بنتخ دي اصحابي اصلا انا بحب حلوة المولد قوي قلت خليها كلها النفسي كلها كلها النفسك انت انا مكنتش عارف عنك انك بخيل يا بنتخ بخيل اه طبعا انت بخيل وكمان ايه يعني ايه بخيل ايوة يا بنتخ يعني تاخد الحاجات لنفسك كده لوحدك مش نفرح كلنا مع بعض ده مولد النبي ده يعني كل سنة وانتو كلكو طيبين يا حبيبي مولد النبي ده علشان نفتكر فيه الصفات الجميلة لسيدنا محمد ونقتضي بيها ونتحلى بيها سيدنا محمد كان كريم كان عنده ايثار كان يحب يشارك الناس اللي حواليه تقوم انت واخدها مخبيها من اخوك معقولة مش نفرح مع بعض عشان سنانه مش كده اسحابي انا خايف عليه عشان سنانه عشان سنانه ما تساويسش ولا تقع زي سناني زميته هو دي افكار يا مسان ما تفهمتيني غلط خالص اوه نظر انتك يا بنت ومش خايف على سنانك انت ومش خايف على سنانك ايه لا خالص ما السناني لا انت بتهزر انت مش بتقول حقيقة بنتك دلوقتي انت مش خايف على سنانه انت خايف انه هو ياخد الحاجات الحلوة وانت لأ انتو المفروض تقسموها مع بعض يا بنتوخي عشان تفرحوا انتو الاتنين صح؟ مش المفروض تفرح لاخوك ده اخوك يا ابني صراحة يا المكسوف من نفسي قوي اتكسفت ها اه احركتيني يا مسالما لما ورتي ان انا بحيل وباخده كمار انا اصفة وانا متعايز احريجك بس لازم وباخد كل حاجة نفسي بس اصلي ده هي بتبقى مرة في السنة وانا ما بشوف الفلية يعني بيجيلي كده ايه يعني بيجيلي كده اه تبقى عايز اخدها كلها لوحدة لنفسي اه بس بس طب مش بندق برضو بيحبها؟ هو صراحة اه بيحبها؟ طيب يعني انتو الاتنين بتحبوها؟ يبقى انتو الاتنين تفرحوا ولا انتا تفرح لوحدك واخوك مش يبقى فرحان لا طبعا لازم اخوك يبقى مبسوط انتو الاتنين تتبسطوا مع بعض وتشاركوها مع بعض يا بنتوخي اتفقنا؟ اتفقنا اشتركوا في القناة